السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي شبعنا من الجوالات الغالية في ناس كثير تحتاج إلى هاتف من فئة اقتصادية أو تحت الفئة الاقتصادية جوال يؤدي الغرض فقط هنتكلم عن كافة التفاصيل إن شاء الله في هذا الجهاز اللي سعره أقل من 100 دولار فبلاش أطول عليكم خلونا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا شباب نبدأ مع بعض ونقول بسم الله هذه هي علبة جهاز من شركة أوسكال باسم مودرن ثمانية خلينا نفتح الصندوق ونشوف محتويات العلبة مع بعض وبعدها نتعرف على كامل تفاصيل هذا الهاتف في البداية عندنا دبويس درجة شريحة دليل التعليمات والبدء السريع شاشة حماية للهاتف بإمكانك تركيبة كافر من السيليكون يجي باللور الأسود للجهاز كابل الشاحن تايب A وتايب C وأخيرا شاحن بقدرة شاحن 18 واط طيب يجي الجهاز من الجهة اليمين عندنا زر التحكم برفع خفض الصوت بالإضافة إلى زر التشغيل والإيقاف ومدمج فيه مستشعر بصمة الأصبح سريع الاستجابة عندنا من الأسفل منفذ الشاحن تايب C بالإضافة إلى منفذ السماعات الثلاثة ونص من اليسار عندنا درجة شريحتين 4G بالإضافة إلى إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية هذا كان بالنسبة للتصميم بالإضافة إلى أن وزن الجهاز يجي 214 جرام والنحافة تبلغ 9.1 ملي متر أكثر ميزة في هذا الجهاز والعلامة الفارقة حرفيا في هذا الجهاز هي البطارية اللي تبلغ حجمها 6000 ملي إمبير مع شاحن 18 واط 6000 ملي إمبير بالراحة على استخدامك لهذا الجهاز ممكن يكفيك يوم كامل للاستخدام العادي بالنسبة للشاشة المزودة في هذا الجهاز شاشة كبيرة بمقاس 6.75 بوصة تدعم 16.7 مليون لون طبعا الشاشة HD بلس وتستحود على أكثر من 89.9% من الواجهة الأمامية للجهاز وبمعدل سطوع 450 شمعة شاشة IPS Full View والميزة اللي أشوفها غير مقاس الشاشة هو معدل التحديث اللي يوصل لـ 90 هيرتز لجهاز اقتصادي زي هذا الهاتف بالنسبة للأعتاد الجهاز مزود بمعالج T616 بمعمرية 12 نانو مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام وتستطيع إضافة 8 جيجا إضافية من المساحة يصبح عندك المجموع 16 جيجا رام يتوفر منه مساحتين 128 جيجا بايت بالإضافة إلى 256 جيجا بايت الجهاز يعمل بنظام أندريت 13 مع واجهة الشركة 4.0 واجهة خفيفة ما عليها أي إضافات ولو دخلت في خيار لمحة الهاتف من هنا تقدر تزيد من الرام الذاكرة العشوائية تقدر تزيد إلى 8 جيجا إضافية لتسريع الجهاز من المساحة الكلية للجهاز بمنتصف الشاشة بالأعلى عندنا كاميرا سيل في الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل ومن الخلف عندنا كاميرا ثنائية الأساسية 50 ميجا بيكسل كاميرا متواضعة جدا فما أشوف أنه هي عامل أساسي ممكن يخليك تشتري الجهاز فجربت الكاميرا بأوضاع جدا كثير فصراحة ما عجبتني زي ما شوفنا مع بعض الشباب لو أنت بتقارنه بهواتف جدا كثير فهذا الجهاز ينقصه الكثير NFC لا يدعم لا يدعم الفايف جي غير مقاوم للماء والغبار مكبرات صوت ليست ستيريو ففي العديد من النواقص كذلك الكاميرا ما عجبتني نهائيا أيضا الشاشة ليست الأفضل فمن اللي يحتاج هذا الجهاز هذا الجهاز بطارية 6000 ميلي أمبير طيب من اللي يشتري هذا الجهاز أو من اللي ممكن يدفع فلوس في هذا الجهاز عشان يحلل إمكانياته إمكانياته المتمثلة في البطارية والشاشة الكبيرة مثلا أنا أشوف لو أنت شغال في مهنة التوصيل مندوب توصيل بطارية كبيرة شاشة كبيرة واتساب تقدر والأشياء هذه ممكن تستفيد منه مكالمات بكل تأكيد رسائل نصية وغيره من الاستخدام الخفيف جدا واللي يحتاج جوال أن يكون معاك يعني بدلا مثلا تشتري بكشاف لا تحتاج أن يكون معاك جوال بنظام أندرويد لو احتجت أي تطبيق أو أي لعبة خفيفة ممكن تنزله عليه فهذا أشوف الفئة المستهدفة إلى هذا الجهاز بالإضافة لو حابب مثلا تهدي واحد من أطفالك يعني شي رخيص ما تخاف عليه سواء نكسر نشطب نخدش وغيره يعني ما حتاكل معاك المبلغ اللي حتحط فيه لو أنت مهتم الشركة بسوي عرض على عليكس بريس بالنسبة للأسعار في الذكرى السنوية على عليكس بريس وغيره من الخصومات حترك لك الرابط الشراء بصندوق الوصف أسفل الفيديو بكده أكون وصلت معاكم من هذا الفيديو إن شاء الله أكون أفدتكم لابن معلومة بسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسونا بلايك سبسكرا في القناة في أمان الله شكرا في القناة